هل يحق للإنسان أن يتكبر أو يغتر في نفسه لما وصل إليه من العلم والمعرفة أو التكنولوجيا والمخترعات كلا فالمجد والكبرياء والعظمة لله المجيد فالمجيد هو الشريف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله وهو واسع الكرم الجليل الوهاب المستحق للمدح والثناء وهو الكبير العظيم الموصوف بالكبرياء والعظمة والجلال وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه قال ابن القيم وصف نفسه بالمجيد وهو المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه وقد اجتملت سورة الفاتحة على تمجيد الله يقول الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي الحديث فمن آمن بأن الله هو المجيد أحبه من كل قلبه فالله الذي له صفات الكمال والجلال والعظمة يستحق الحب والتعظيم ومن آمن بأن الله هو المجيد مجده وعظمه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومن آمن بأن الله هو المجيد مجد كتابه المجيد الذي اجتمل على منافع الدنيا والآخرة لأنه كلام الله قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ